ممس عليك كابتن خالد حبيبي وأخويا طبعاً وعشرة عمر طبعاً وإحنا من الأجبال لغاية الفريق الأول يعني أنا وهو يعني كمان كنا مع بعض معظم الوقت حتى في المعسكرات كان تمالي بنروح للقوضة مع بعض بنبقى بننام في القوضة كل اتنين مع بعض فأنا ببقى أنا وخالد جدالله فذكراتنا معاه يعني جميلة وبمس عليه بقوله يعني شد حلك خلود وإنت يعني لعيب كبير وكان كلنا دلوقتي كنا كابتن مصطفى طبعاً وكابتن كل اللعيبة طبعاً الكبار كانوا يتمنى هو في الجيل الاحتراف ده لأن كان زمان معظم اللعيبة بتاعت الجيل بتاعنا ده وطبعاً قابلينا الكبار طبعاً كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس وفتح مبروك يعني مش عايزة أقول مش حنس حد كابتن إكرامي طبعاً والثابت البطل الله يرحمه اللعيبة دي كلها كان هتبقى فيه احتراف جامد يعني كان هيبقى فعلاً لو فيه أيام واحتراف كان لعيبة دي هتبقى محترفة جامد بالنسبة لكابتن خالد جدالة برضو كان هيبقى محترف أيها هيحترف لأن فعلاً لعيب كويس جداً ولعيب في نص الملعب وأنا كنت بلعب فيرويد قدامه وكان جمال الجن دي الله يرحمه كان خالد الجن دي ورده كان موجود وشيف عبد مناعم ومجموعة كبيرة جداً من الفراودة فكان خالد بيلعب في نص الملعب فكان لعيب جميل خالد زاكي جداً في نص الملعب بيعرف يتحرك بيعرف يغير اتجاهه في ثانية يعني الكرة تبقى ناحية اليمين يروح بغير اتجاهه وراح ناحية الشمال عملي هالك سروح تلاقي نفسك أنت وجون فالعيب كان لعيب بنقول عليهم اللي احنا بنقول في نص الملعب زي كابتن صوفة عدب الحليم كده الله يرحمه من لعيبة الفنانة الموجودة في نص الملعب اللي هي بنفتقدها دلوقتي برضو حتى يمكن فيه أفشة دلوقتي موجود في نص الملعب أحمد عبدالقادر ما شاء الله يعني برضو حيبقى برضو لي يعني السلية حمدي فاتحي الينج كل اللعيبة دي في نص الملعب بتبقى بتساعد الفراودة إن هي تقدر تسجل أهداف خالد جوه الملعب كان هادي مش من النوع اللي بيتعصب قوي كان هادي وبيبقى بيتركيزه كله في اللعب على أساس هو اللعب اللي هو الحريف تملي بيبقى هادي جوه الملعب بيبقاش متعصب قوي لأنه لو متعصب بيطلع عن الأداء بتاعه بيتنرفز بحد ينرفزه لكن طبعاً تبقى فيه أوقات فيه نرفزة بس مش بينة يعني لكن هو خالد كان بيحب جداً إنه كان شويت جامد جداً كان رجله قوية كان يعني أي حد يصلح له كرة فاول على التمنتاشر على بتاعه كان خالد بيحب يشوت هو مجد عبدالغاني يعني هما الاتنين كانوا بيحبوا يشوت فكانت خالد على طول بيشوت ويحط الكرة يعني بيحطها في المقاص يشوت يحط يشوت بلينات يعني الحاجات دي بتبقى ميزة في خالد بس هدي خالد هادي يعني مش دلوقتي بقى يعني تعصب شوية كبرنا بقى خلاص بيتعصب شوية لكن برضو بيحاولوا إحنا في الأكاديمية الأهلي بيحاول يعني يفيد اللعيبة ويفيد المدربين ويديهم الخبرة اللي عنده يعني طبعاً دي حاجة كويسة جداً من ضمن الحاجات الجميلة قوي الكابتن مصافة عبدو طبعاً كان فيه مطش الاتحاد وانا قلتها ان الكابتن مصافة كان مميزة فيها كابتن مصافة انك انت وانت بتلعب وانت بتجري الميزة اللي فيه بيرفع الكرة على طول وهو بيجري من ناحية اليمين كان اوتمرك على طول وهو بيجري ما بيوقفش بقى الكرة ويرجحها ويستلم الأول لا وهو بيجري بالكرة مع ملاله ويروح واخده على طول فانا عارف طريقته كابتن الخطيب طبعاً كان ايه بياخد منه كرة كتيرة ويجيب الجوان يعني فكان الكرة عمل هالي وهو بيجري انا باجري معاه من ناحية الشمال فعمل لي الكرة كنا في مطش الاتحاد السكنداري عمل لي الكرة حلوة جداً بالعرض وانا طلعت بالهد فوق رحت وحطتها من فوق الجون جون كان مطش ده كان صعب جداً وكسبنا 2-0 وجبت الجون التاني هوزي طبعاً انت كنت لعيب هايل ولعيب مؤدب وأخلاقك عالية عشان كده الناس لست فكراك